بسم الله ونبتدي عشان وقتنا عشان نلحق نخلص على طول بإذن الله بسم الله المقادير بتاعة طاج المكارونة بشاملة هنعمل الأول السجوء تعالوا نقول الأول مقادير صنية السجوء اللي هناخد منها للمكارونة البشاملة كيلو سجوء بلدي مسلوق نص سلقة معايا كمان حمص الشام هيدي له طعم حلو قوي 3 طماط متقطعين مكعبات وزيهم برضو فلفل رومي متقطع مكعبات بصلة مفرومة طوم مفروم وزاتون شرائحة يدي له طعم حلو قوي معلقتين صلصة ملح وفلفل ورشة قرفة وشوية زيت دي كده المقادير بتاعتنا صنية على البتجاز بسم الله شوية زيت كده الصنية سخمتها كويس والزيت كمان أول ما هينزل على الصنية السخنة هيسخن معاه على طول نزل البصلة ونستنى شوية بقى تاخد وتجي كده مع نفسها دلوقتي احنا كده بنعمل الحشوة اللي بالسجوء البلدي الجميلة اللي هنحطها جوه طاجل المكارونة البشاميل بتاعتنا يا ملك صباح الهنة يا ملوكة هلو ازيك يا ملك هلو عامل ايه يا عمر اه كيف الحمد الله الحمد الله مالك يا ملك مكسوفة ليه كده مالك اه قولين يا ملك ليه يا ملك ربنا ايه خليك انت في سنة كم يا ملك اختي عايزة اتكلمك ماشي الجهالي مالو ازا كثير ازايك يا عمر عاملين ايه الحمد بالله كنت اضبط لما الحمد للجل طرف تحت امرك حبيبتش تفضل اه امام عملت الليمون فعفا من اه او عمل حاجات كده من فوق اه عمل ريم ابيض من فوق اه طيب كده انتو غليته المية وصدتوها تبرد اه طب اسأليها لو ما كانتش غلت المية يبقى ده السبب طيب لو كانت غلت المية يبقى غطى البرتمان مش محكم اوي ما بيتقفلش كويس فده خلي الهوى جوه البرتمان ايه الحل وهي حطت عليه للمون بتاع زيت زيت وبرضه عمل ريم ابيض اه مع الزيت اه كده غطى البرتمان عندكو بيدخل الهوى كده ملهاش حل تاني هنشيل كل الريم الابيض ده كله ونرجع نحط الزيت تاني وبعد كده نخلي غطى البرتمان ايه خليك يا حبيبتي اشكرا قوليني يهوى ده ليك سؤال اه يا حبيبتي عايز اعبعد تهنئة لمعند عشان عيد بلادك ان اول مبارح موهند مين طيب موهند موهند ابن بنتوختي ابن بنتوختي اه ربنا ايه خليلكم حبيبي ربنا يحفظه ويحميه يا رب عصول والله كده بابعتلك صورته كالفوزة وعصولة كل سنة وهم طيبين عشان المدارس ويجيبوا كده درجات حلوة ويفرحونا بنجاحهم وكل سنة ومهند طيب وعبال ميت سنة يا مهند يا رب البصل عندي دبلت عنزل بالسجوء السجوء ده عملناه ازاي مية بتغلي نزلت السجوء بحاله فيها وهي بتغلي خد يا دوبك قلبة كده من المية عليه يعني غلوة واحدة بس وبعد كده رحت مطلعه في مصفة المكارونة اتصفه وبعدين سبته برد ورحت مقطعه بالشكل ده ايه فايدة اللي احنا عملناه اول حاجه كل الدهون الزيادة اللي موجودة في السجوء بتنزلي في المية فبقى كده ما فيهوش دهون زيادة تتعب المعدة ولا تتعب القولون دي نقطة النقطة التانية بقى بيجمد على نفسه مهما احطه في صانية ومهما اقلبه واشيل واحط فيه عمره ما يتهري معايا ابدا لكن لو انا بعمل كده وهو ناي سهل اوي لما اقطعه وهو ناي يتهري والحشوة اللي جواه تطلع طبعا انتو الناس اللي بتعملوا كده عارفة الفرق جربوا لما تديه له نص سلقة وتسيبيه يبرد شوفي هيفضل كده بشخصيته وبحاله في الصانية مش هيجراله اي حاجة ابدا يلا بينا ادي البصلة دبلت اروح نازلة بالسجوء السجوء الجميل اللي ماسك نفسه استاذة فتحية اهلا وسهلا يا استاذة فتحية حبيبتي ازايك عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ بخير يا حبيبتي الحمد لله انتو الله كده نبريك لك كده وانتي بتلبس الاسراء الفستان انساء الله والفرح البيب حياتك بنتوكو ومان انساء الله والدكتور نور والدكتور واسمان اسمه حامل الله يكرمك يزمع من بوقك ربنا انساء الله بامر الله ربنا يخليك يا رب تعيش يا حبيبتي صباح العفل عليك يا رب يكرمك يا رب تعيش يا حبيبتي تعيش تحياتك يا رب حرمش منك ابدا ولا من مكالمتك يا حبيبتي الف شكرا حبيبتي قلبي ادي كده تشويحة السجوء مع البصل اروح نازلة بالفلفل الخضار كمان هيديله كمية اكتر يعني انت لو عاملة نص كيلو سجوء مع شوية الخضار هيبانه انك انك عاملة كيلو كيلو ونص الخضار بيدي كتير جدا وخصوصا ان احنا مش هنسيبه يد بل الاخر ادي كده ده الفلفل وبعدين اروح واخده كمان فلفل حامي ارني كده متقطع ترنشات يديني طعم حلو قوي جوه الحشو كل ده لسه عن ناشف محطناش اي سوايل خالص كل ده تشويح كده على الناشف تاني زيت وحطينا فيه بصلايا متقطعها صغنان خالص وحطيت عليها رشة ملح قلبتها يدوبك بس دبلت نزلت بالسجوء شوحته مع البصلايا وبعدين نزلت بفلفل رومي على فلفل حامي وما زلت بشوح سريع سريع كده اهم ما في الموضوع عندي السلقة الاولانية بتاعت السجوء كده اروح نازلة بالطماطم اتكلم امه حسن يا امه حسن اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا حاجة والسلام انت طيبة وانت طيبة يا قلبي تعيش ربنا اديك الصحة يا رب العافية حبيبتي وما تحرمش منك يا رب افدا يا رب انا كبيرة يعني من الصغيات حبيبة قلبي فوق دماغي من فوق يا حبيبتي يا ربي خليك بجيلك والله ربنا يعيني كابنتي يا رب ربنا يسمع منك يا رب يا رب يعيني كدك الصحة والعافية يا رب اللهم امين يا حبيبتي بقولك له سمحتك تحت امرك الله يخليك عاوز السبية اللي هي بالدقيق والخميرة بالدقيق والخميرة حاضر اه جنتي عايزة السبية القديمة يعرفتها حاضر وعاوز عندي بلح اه اللي هو الاسمر ده اه بلح رطب اه فما بعمله عجوة بيبقى طاري اه طيب اعمله ايه عشان يبقى مثلا ماسك نفسه حشي بالحاجة طب بتعمليه ازاي اكيد فيه غلطة اه بحط طبعا اه زيت او ثمنة اه وبحط سمسن اه وبحطه بقى وبعد قلبه طيب ايه اللي بيحصل بقى بيبقى طاري بيبقى طاري كأن فيه مية ايوه نشفيه اكتر عالبتجاز وط النار والله منشفه برضو بيبقى طاري اه حططله كمان معلقة دقيق اه لا احنا مش عايزين لحط حاجة خارجية انا عايزاي وط النار وسبيه ينشف عالنار حتى لو خد وقت اه مش مشكلة بس المهم النار تكون هادية خالص تحتيه بس يخطيش دقيق ولا اي حدا عشان ما تنشفهاش بعد كده تيجي تحشي بيه اي حاجة تلاقيه قطمت معاكي وتوجع السنان والدروس اه والله يا رب يخلك يا هالي يا رب يصلحات عايزك تدعي لابني وكل المستمعين ربنا يهدي ويتجوز ورزاب واحدة بنت حلال تحفظ عليك يا رب يا حاببتي طول ما انت بتدعينه هيشوف كل خير في حياته يا رب ربنا يهدي ويهدي ولادنا جميعا اللهم امين اه كده انا عملت ايه الصناعة الجميلة اللي الوانها عملها تتحك دي البصلة في الزيت وبعدين نزلت بالسجوق اللي تسلق وتساب برد وتقطع شوحت السجوق مع البصلة نزلت بفلفل رومي وفلفل حامي مع بعض بدلت برضو اشوح وبعدين نزلت بالطماطم ورحت عاملة بعد كده حفرا نزلت بمعلقة صغيرة توم وبدلت اقلب كله مع بعض وبعد الطماطم وكله على الناشف دلوقتي بقى الطماطم هتبتجي تدبل تنزل مية والفلفل هتبتجي ينزل لي مية هي دي المية اللي هيستوي فيها مع معلقة صلصة وشوية مية صغيرين مع الصلصة مش اكتر من كده فاضل عندي الزيتون والحمص دول هيبقى اخر حاجة ورشة القرفة وهيبقى الملح والفلفل الاسود بالوقتي انا هجيب معلقة صلصة وندوبها في شوية مية صغيرين ونحطها قولي يا سباعي مين شيماء شيماء اهلا بيك يا شيم يا شيماء هل تسمعوني ادي معلقة صلصة هي شيماء مستمعين طيب نتكلم امال يا بستاذ امال يا صباح اللي هانا عليك صباح النور صباح العسل عليك يا عمر الله يخليك يا حبيبتي ده انا قلوبت معاك ليه بس ليه يا خبر ده 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 التليفونات كلها راحت عليك وياريت باعرفة تصليك حبيبتي قلبي حقق عليك من المرة دي الله يجبر بخطرك يا رب تقولي لي بس الكفتة المشوية طلبتها منك ويتعو الخط طلبتها ويتعو الخط قفتة الحاتي حاضر من عينيك التدبيلة ايه وكده عينيك حالا دلوقتي وانا وقفة كده هقولهالك بالتفصيل حبيبتي عينيك خليك يا رب تؤمرين يا الله قادر حبيبتي حطيت معلقة صلصة ده وبتها في شوية مية وهقلب كده دي كده الحاجة السيلة الوحيدة اللي حطتها تمام قبل بقى مقاسبها تاخد وتدي وتعيش مع نفسها هروح حط شوية زاتون عايزين نقولي الكفتة المشوية يا جماعة تفكروني شوية زاتون كده استاذ يوسف اهلا وسهلا استاذ يوسف اهلو ازاي حضراتك الحمد لله بخير اخبارك ايه الحمد لله بحب حضراتك والله انطبعك من قناة فوت ربنا ايه خليك شرفتيني النهاردة في صفرة وطب ليه على صد البلد قولي يا استاذ يوسف ليك اي سؤال اه كنت عايز طريقة الباتية وكنت عايز رقم حضراتك ضروري حاضر العجينة اللي عملناها مبارح تنفع يتعامل منها الباتية جدا 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 ماشو الرقم بتاعك كمست شفت لو سمعت خليطه من عناية محمد معاك في الكنترول يديلك الرقم كده نحطيت كل المكونات ادي رشة قرفة بقى في الاخر خالص التوابل بتاعتي رشة قرفة صغيرة بتجدي طعم رائع رائع مع الخلطة اللي عملناها دي ومع السجوء بالزيت سترنوا البوتاجاز فصل زعلان ليه نشغل البوتاجاز تاني انا حطيت كده من التوابل بتاعتنا والبهارات رشة قرفة واجي الملح ام يوسف ازايك يا ستة منور ازايك يا ستة ام يوسف انا ممكن لكيز غريان منور عشان نبقى مميزة يا ربي يخليك إليا يا رب ازايك يا حبيبتي الحمد لله بخير الله يكرم واللسانة واسراء طيبة حبيبتي وانت طيبة تعيش يا ربنا يباركلك فيها يا رب يا رب هي وجميع ولادنا بتاعات فانكلمك عشان هدركت في الكهيرة ويالي بتطلب للرقم حبيبة قلبي متحرمش منك يا رب أبدا ربنا يخليك حبيبتي ربنا يخليك شايفة الصانية ايه رعيك الصانية الجميلة لا إله إلا الله يحس ان انا وانت جاعدين كده في البيت الله عليك بصي عادي خال عارفة كده يا حبيبتي الكلمتين اللي قلتيهم دول انا بعتقدرهم شهادة لله بصار طريب الجمال دي والحاجات الحلوة دي ربنا يخليك يا رب ويتأهل الناس تعمل كل حاجة يا بنت الله يبارك فيك يا رب ربنا يخليك يا رب اللي عنده واللي ما عندهش بيعني كلنا هنعمل اللي موجود عندنا افتح التلاجة طلع اللي فيه وانه ربنا يجعلك مصورة دنيا وأخ يا رب يخليك يا حبيبتي اتحريش منك أبدا يا رب اشكرك ألف شكرا حبيبتي قالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة